اليوم كان لنا لقاء في مقر وزارة المالية مع السيد دكتور فغاد حسين نائب رئيس وزراء العراقي لشؤون الاقتصادية وهو وزير المالية حول موضوع انهاء ملف الرواتب المتدخرة لدائرة صحة دينوى حيث كان هناك مبلغ متبقي ما يقارب أو ما يزيد بالأحرى على 60 مليار دينار عراقي تابع لمتسب دائرة صحة دينوى اليوم طبعا مشكورا سيد الوزير قد تم التوقيع وعطاء الموافقة النهائية على هذا الموضوع وتم تحويل الموضوع الى موضوع المحاسبة لكي يتم تنفيذ هذا الامر الوزاري والموافقة الوزارية طبعا انا اتقدا بالشكر الجزيل الى معالي السيد الوزير وكذلك بالشكر الجزيل الى السيد مدير عام صحة دينوى الذي استلم مهامه الأخ دكتور جاسب المعماري وكذلك الوفد المرافق له الأخ دكتور جمال العراقي طبعا هذه بشرة سارة انا ازفها لانه موضوع الرواتب المتراكمة كان موضوع يعني يقلقنا جميعا وهذا استحقاق لأهلنا من محافظة دينوى من منتسب دارة صحة دينوى اليوم ان شاء الله تم حسم هذا الملف ان شاء الله بصورة كاملة ونحن مستمرون بدعمنا الى كل ما من شأنه ان يدعم منتسب دارة صحة دينوى ويرفع من شاء ومن جودة الخدمات الصحية ويعيد المنظومة الصحية في محافظة دينوى الى ما كانت عليه قبل دخول داعش عام 2014 طبيعي كان هناك موضوع اخر تم انجازه اليوم مع السيد وزير المالية هذا الموضوع يخص اكثر من ستمائة موظف من منتسبي سجن بادوش المركزي سابقا الان هم على ملاك سجن شمشمال المركزي العائد الى دارة الاصلاح العراقية ايضا هم قد حرموا من رواتبهم المتراكمة والمدخرة منذ تموز عام 2014 الى تموز عام 2017 لأكثر من ثلاث سنوات هذا العدد الكبير هذه العوائل الموصلية ستمائة عائلة قد حرمت من الراتب مشكورا السيد الوزير قد امر طبعا بتشكيل لجنة عليا من مكتبه الخاص ووجه هذه اللجنة بان يتم حسم هذا الموضوع بعد اجراء المخاطبات السريعة والفعالة مع دارة الاصلاح العراقية لكي يتم انصاف هذا العدد الكبير من منتسبي سجن بادوش المركزي السابق وانا طبعا سوف اتابع هذا الموضوع بكثب وإلى ان يتم انجاز واسطيع ان اقول لهذا العدد الكبير لأهلي واخوتي بانه سوف لن يهدل لنا بال الى ان ننجز هذا الموضوع الهام ويأخذ استحقاقاتهم التي حربوا منها لأكثر من ثلاث سنوات طبيعي نحن قد نأخذ ملفات الواحدة والاخر ملف الصحة قد تم انجازه ان شاء الله بشكل شبه كامل هذا المبلغ اليوم طبعا كان عقبة كبيرة 60 مليار كان يعني يستمر بالتداول بين دارة المحاسبة دارة الموازنة الى ان تم حسمه اليوم من معالي سيد الوزير بشكل شخصي والاخ المدير عام صحة نينوة والوفد المرافق له كان حاضرا الاجتماع وهم قد سمعوا وراءوا ما دار من حديث بيننا وبين معالي سيد الوزير ونشكل تفاعله الايجابي مع كل قضايا محافظة نينوة واذا تم تطرق حقيقة الى باقي المشاريع السيد الوزير قد وجه الينا عدة استفسارات حول ما يجري من بناء في محافظة نينوة حول تقييمنا لوضع بنا التحتية لوضع المنظمات لوضع الدوائل الحكومية وما تنجزه من مشاريع اكيد طبعا الاجابة كانت هي انه الى حد الان ما يجري في محافظة نينوة هو ليس بالمستوى الطموع هو لا يرقى الى حجم الكارثة لا يرقى الى حجم الدمار لا يرقى الى حجم الطلب والاحتياج المتعاظم في صاحة نينوة او في دوائر نينوة بشكل عام ومن ضمنها صاحة نينوة وايضا الملفات الاخرى ان شاء الله ملف دارة العدل ملفات الاخرى لباقي الدوائر ان شاء الله سوف الجهود مستمرة جهود الحديثة والجهود المضنية من اجل الانتهاء من كل استعقاقات اهلنا من محافظتنا وان شاء الله